بي أدفل 6 أجنيه. هذا حرام عليك هذا المواد. راه الله يتعبني يا جماعة. الموازن بطلنا أن أعيدك. لغربي مخابز والله العظيم. إللو ساخت الخارطة برسكيتا. إذن سراميكا ووجراز مش بايين. ولكن ما ينبشون شهروا بحد يعني كنبشون قولوا بكفين وربيين. موسيقى دعنا أصبحنا بكاميرا فإننا نستمع لدي فيها شيئا والخارج فهنا نستمع هنا في بعض المخابض أتركض بالمخابض بعد أن تصبح به سنجد بالنزل حمسة 30 دول ويأخذهم يبيع بواقع المهم ويكون في مهم معلشها وممكن يبيع المهم بواقع 40 دول البقائق يأخذ بحوالي 100 دول ويأخذ 155 دول ويأخذ حسب تنبيع مراقبة الاقتصاد كم التشكيل الذي جاءه، لأن الحارز البلد وحدي تشكيل اللي جاء من الحرس، من الأمن، من الشمطة العسكريين، من قوات المسلحة تحت جملة المسلحة، من الحرس، من المنطق مروان يونس، الناطق الرسمي باسم بلدية طبرق اليوم يعقد بمسرح التعليم المجلس التسيري لبلدية طبرق اجتماع مع أصحاب المخابز في بلدية طبرق وماجا ورها بحضور مراقب الاقتصاد ومسؤول الشؤون الأمنية في مديرية أمن طبرق وأيضا جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية في المدينة من أجل وضع حل جذري لمشكلة بيع رغيف الخبز في السوق السوداء ووصوله إلى أربع أرغفة بدنار واحد يعني كل هذه الأمور ساهمت في ارتفاع السعر رغيف الخبز في هذه المدينة إن شاء الله بإذن الله سيتم بعد هذا الاجتماع الخروج بنتائج سوف يتم العمل بها بإذن الله تعالى الأيام القليلة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر